موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف السادس الابتدائي مرحبا بكم في مادة الدراسات الاجتماعية الفصل الدراسي الثاني ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن الوحدة الاولى بتاعتنا في الجغرافيا هي البيئة الصحراوية الدرس الاول الخصائص الطبيعية للبيئة الصحراوية وزي ما احنا عارفيني سنة ستة ان احنا في الترمي الاول اخدنا نوعين من البيئات البيئة الزراعية والبيئة الصناعية وان احنا هنكمل في الترمي التاني باقية البيئات اللي عندنا هناخد البيئة الصحراوية والبيئة الساحلية طيب أول حاجة عندنا النهاردة سنة ستة أنا أعمل الله على مصر ببيئات متنوعة وأنا خدت خصائص البيئات اللي عندي في ترمي الأولاني كانوا تلات خصائص تنوى والتكامل والتداخل تمام البيئات المصرية متنوعة ومتكاملة ومتداخلة وكل بيئة لا تستغنى عن الأخرى زودات طبعا بعرفنا معنا التكامل لأن كل بيئة كان بتمد الأخرى بما تحتاج إليه من منتجات من منتجات أول حاجة هتكلم معنا نهاردة سنة ستة هو أنواع البيئات وتعالوا نفكركم بيها أنا قلت أن أنا عندي في مصر بيئات متنوعة مثل زراعية صناعية صحراوية ساحلية تمام يبقى أنا عندي هنا بيئة زراعية وتكلمنا عنه في ترمي الأولاني وعندي بيئة صناعية وعندي بيئة صحراوية وعندي بيئة ساحلية أول حاجة هتكلم معنا وهي البيئة الصحراوية أول حاجة هتعرف ما المقصود بالبيئة الصحراوية ترى يا سنة ستة يعني إيه بيئة صحراوية زي ما أنت كده شايف في الصورة البيئة الصحراوية دي مناطق فيها ميا لا يا ميس ما فيهاش ميا يبقى هي المناطق التي يقل فيها المطر تمام إيه كمان قال لي طالما ما فيش ميا حيبقى فيه نبات لا مش هيبقى فيه نبات يبقى كمان ويسودها الجفاف والفقر الشديد في النبات تمام كده يبقى لا فيها ميا ولا فيها نبات هي المناطق التي يقل فيها المطر ويسودها الجفاف والفقر الشديد في النبات تمام بس كده قالك لا ده كمان عندي طبعا ما فيش مية ما فيش نبات يبقى اكيد ما فيش حيوان عشان يتغذى على حاجات دي كلها يبقى مع ندرة الحيوان مع ندرة الحيوان وغالبا ما يغطى سطحها زي ما انتم شايفين في الصورة الرمال والحصى والسخور يبقى هنا لما يجي يقول لي ما المقصود بالبيئة الصحراوية هي المناطق التي يقل فيها المطر ويسوداها الجافاف والفقر الشديد في النابات مع ندرة الحيوان وغالبا ما يغطى سطحها الرمال والحصى والصخور تمام طيب تعالوا هنا بيقول لي ما النتائج المترتبة على ندرة الأمطار في البيئة الصحراوية احنا قلنا ان البيئة الصحراوية بتتميز بندرة الايه؟ المطار ندرة المياه او ندرة الأمطار طيب ايه النتائج المترتبة على ندرة الأمطار في البيئة الصحراوية بيقول لي ادى الى انتشار الجفاف طبعا وفقر النبات مفيش نبات لان مفيش مطر او مفيش مياه ونضرة الحيوان وقلة عدد السكان يبقى الحاجات اللي بتخلي السكان اصلا يتركزوا في مكان معين مش موجودة مفيش مية فبالتالي في جفاف وفي فقر في النبات والحيوان وقلة عدد السكان برافو عليكم طيب تعالوا كده نتكلم عن توزيع البيئة الصحراوية في مصر بيقول لي تبلغ البيئة الصحراوية في مصر 96% من جملة مساحة مصر وأظن احنا واخدين النسبة دي قبل كده في سنة رابعة وفي سنة خمسة طيب ايه كمان بيقول لي باقي البيئات المصرية بيبقوا موجودين في مساحة قد ايه 4% يبقى تاني بيقول لي توزيع البيئة الصحراوية عندي مساحة البيئة الصحراوية في مصر كم في المية 96% باقي بيئات مصر اللي هي البيئة الزراعية والسحلية والصناعية بتتركز في قد ايه 4% طيب عندي اول حاجة البيئة الصحراوية موجودة فين موجودة في الصحراء الغربية والصحراء الشرقية وشبه جزيرة سيناء طيب عندي مساحة الصحراء الغربية قد ايه 68% في المية طيب والصحراء الشرقية قد ايه 22% 22% وشبه جزيرة سيناء 6% اللي هي توزيع الـ 96% دي متوزع على الثلاث مواطن اللي احنا قلناها اللي هي الصحراء الغربية والصحراء الشرقية وشبه جزيرة سيناء اشتركوا في القناة 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 الشمال البحر المتوسط شمال بحر شمال البحر المتوسط في القناة الغير خليج العقبة حدودنا يبا هنا يحدها شمالا البحر المتوسط جنوبا البحر الأحمر شرقا خليج العقبة والحدود المصرية الفلسطينية غربا عندنا كمان في الغرب خليج السويس وقناة السويس تمام تبلغ مساحتها قد إيه؟ قال لي هي أصغر الصحاري المصرية وتبلغ مساحتها 6% من مساحة مصر تعالوا نشوف مع بعض كده سؤال المتفوقين معنا بيقول إيه؟ بيقول بما تفسر تعد الصحراء الغربية من أكبر الصحاري المصرية وهسيبكوا تفكروا في السؤال ده لغاية ما نكمل بقية درسنا تاني حاجة هنتكلم فيها هي مظاهر السطح أول حاجة هنتكلم عن مظاهر السطح اللي هي الصحراء الغربية بيقول لي أن الصحراء الغربية فيها جبال وفيها هداب وكمان فيها بعض الظواهر الجغرافية اللي هي بتبقى فوق هداب الصحراء الغربية زي إيه الظواهر الجغرافية دي؟ زي المنخفضات وزي عندي كمان الكسبان الرملية وعندي كمان الواحات وهنعرف كل وتعريف كل حاجة وكل حاجة بتتكلم عن الحاجات دي كلها أول حاجة هنتكلم عنه في مظاهر السطح في الصحراء الغربية وهي الجبال تعالوا نبص كده سنة ستة أنا عندي هنا الجبال موجودة عندي في الصحراء الغربية مثل جبل العوينات جبل العوينات احنا خدناها في رابعة وخمسة يقع في جنوب غرب مصر جبل العوينات يقع في جنوب غرب مصر تمام الجبل ده عايزة عارف عنه ايه كمان انه هو بيمتد في سلاس دول بيمسك تلات دول زي ايه من هما تلات دول دولة قال لي مصر وعندي ليبيا وعندي جمهورية السودان يبقى يمتد جبل العوينات بين سلاس دول وهم مصر وليبيا والسودان يبقى احنا كده اتكلمنا عن الجبال في الصحراء الغربية وهو جبل واحد اللي هو جبل الهوينات تمام عندي كمان الهضاب اللي موجودة في الصحراء الغربية عندي بيقول لي في الشمال فيه هضب اسمها هضبة مرماريكا هضبة ايه؟ مرماريكا في الشمال مرماريكا في الشمال عندي كمان في الوسط فيه هضب اسمها الهضبة الوسطى الهضبة الوسطى عندي كمان فيه الجنوب هضب اسمها هضبة الجلف الكبير يبقى أنا عندي ثلاث هضاب موجودين في الصحراء الغربية مرماريكا في الشمال الهضب الوسطى في الوسط وهضبت الجلف الكبير في الجنوب طيب تعالوا بقى نتكلم عن الظواهر الجغرافية فوق هضاب الصحراء الغربية بلاقيها دائما فوق الهضاب طيب زي ايه قال لي عندي ثلاث حاجات أول حاجة عندي المنخفضات يعني ايه منخفض يا سنة ستة المنخفض ده عندي جزء كده من الأرض بيقل المستوى بتاعه عن الأراضي المحيطة بها زي ما انت ماشي مثلا في الطريق كده ورجلك جات في حفرة هي الحفرة دي الأرض اللي حوالها عاملة ازاي الأرض اللي حوالها مستوية بس الحفرة دي هي اللي ايه هي اللي نزلة شوية عن ايه عن باقي الأراضي المحيطة بها تمام كده يبقى المنخفض هو جزء من الأرض يقل مستوى عن الأراضي المحيطة بها طب أنا عندي منخفضات في الصحراء الغربية قاللي لأه د انا واخدها في سنة 4 عندي منخفض القطارة آه منخفض القطارة ده اكبر من خفضات الصحراي질ية في البيئة الصحراوية طيب طب ثاني حاجة هتكلم عنها هي الكوزبان الرملية يعني ايه الكوزبان رملية زي ما انتم شايفين كده يا شباب زي ايه قاللي دي مجموعة من الرمال رملة اتكونت طب هي اتكونت ازاي قاللي اتكونت بفعل الرياح الرياح جاية من الشمال جاية لي حبة رملة سyer ش parlament妙 جيدة لي قبل رملة كل幕 دت جمعت بواقية شيئا هناك من المكان واحد وهكذا يحدث مدولات المطابعة عشان كده سيقول رملة ليقضيةформ deputy رملة تتراكم بفعل الرياح هي موجودة في مصر وهذه katia في الصورصة السمانة بحر الرمال العظيم وهذهчит في صورة البيوتちらية و Restaurant ہے كانت موجود بين مصر و ليبيا عندما يتقال لي ما المقصود بالمخفضات جزء من الأرض يقل مستوى عن الأراضي المحيطة به تمام كسبان رملية تجمعات من الرمال تتراكم بفعل الرياح تمام ثالث حاجة هنتكلم عنها موجودة في الصحراء الغربية وهي الواحات وأنا عارفة أن في مصر عندي في الصحراء الغربية توجد العديد من الواحات وكنا قبل كده الخارجة والدخلة والفرفرة والبحرية وسيوة تمام طب يعني إيه بقى واحة قال لي الواحة دي أرض منخفضة بالصحراء تمام كده طب اللي بيميزها أن الأرض دي بيتقوم عليها الزراعة طب بتقوم عليها الزراعة إزاي قال لي عن طريق المياه الجوفية وأنا اتكلمت قبل كده عن المياه الجوفية وقلت أنها ممكن تكون أبار وممكن تكون عيون يبقى هي أرض منخفضة بالصحراء تقوم بها الزراعة على المياه الجوفية طب ما هممكن يجي وليب لي السؤال ويقول لي بما تفسر طيام الزراعة في منطقة الواحات بالصحراء الغربية اعتمادا على المياه الجوفية تمام من أمثلة الواحات الموجودة عندي الخارجة والدخلة والفرافرة والبحرية وسيوة طيب برضو هنتكلم لسه برضو احنا في مظاهر السطح وهنتكلم تاني حاجة عن الصحراء الشرقية تعال نشوف كده مظاهر السطح الموجودة في الصحراء الشرقية أول حاجة هنتكلم فيها عن الجبال وهنتكلم فيها عن الهضاب وكمان هنتكلم فيها عن الأودية الجافة طيب هنبدأ الأول بالجبال بيقول لي طبعا أن الجبال اللي موجودة في الصحراء الشرقية عندي أول جبال عندي جبال البحر الأحمر برافو عليكم سلاسل جبال البحر الأحمر ومن اسمها سلاسل جبال البحر الأحمر يبقى موجودة فين؟ بموازات سحل البحر الأحمر موازات سحل البحر الأحمر لو احنا شفنا في الخريطة كده هنلاقيها أن هي بتمتد من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي تمتد منين؟ من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي برافو عليكم طيب عندي كمان بيقول لي أمثلة لها زي جبل الشايب جبل الشايب وبيقول لي أن جبل الشايب ده بيعتبر أعلى جبال البحر الأحمر ارتفاعا طيب تعالوا بقى نشوف الهضاب في الصحراء الشرقية أنا عندي الهضاب الموجودة عندي في الصحراء الشرقية هو بيقول لي تنتشر بعض الهضاب في الصحراء الشرقية تنتشر بعض الهضاب في الصحراء الشرقية زي إيه؟ قال لي أنا عندي أهم الهضاب دي تعالوا بصوا كده عند خليج السويس جنبه كده شوية عندي هضا باسمها هضبة الجلالة البحرية هضبة الجلالة البحرية تحتها على طول عندي الجلالة القبلية الجلالة القبلية طب في وشهم هتلاقينا في وشهم في هضا باسمها هضبة المعازة الجيرية هضبة المعازة الجيرية يبقى الجلالة البحرية الجلالة القبلية هضبة المعازة آخر حاجة خالص في الجنوب عندي هنا هضبة باسمها هضبة العبابدة هضبة العبابدة الرملية تمام زي ما نشوفين كده دي هضبة الجلالة البحرية يبقى هنا الهضاب اللي عندي هضبة الجلالة البحرية هضبة الجلالة القبلية هضبة المعازة وهضبة العبابدة نتكلم بقى عن الأودية الجفة يعني ايه وادي جف يا سنة ستة قال للوادي الجف ده أنا عرف ان الوادي معروف ان هو في منطقة فيها ميا مجاري مائية كانت تجري بها المياه قديمة يعني كان فيها مياه ما حصلها؟ جفت موجودة فين؟ تنتشر في الصحراء الشرقية تنتشر في الصحراء الشرقية في أمثلة لها؟ في وادي العلاقي ويقطع هضبة العباب بطالع من الهضبة يبقى هنا تاني الأودية الجفة هي مجاري مائية كانت تجري بها المياه قديمة ثم جفت ما توجد في الصحراء الشرقية من أمثلتها؟ ودي العلاقي خلي بالك يا سنة ستة أن أنا عندي هنا ما قلتش منخفضات زي ما أنا قلت فين في الصحراء الغربية يعني هنا بتختفي المنخفضات في الصحراء الشرقية عشان بتجري دايما في صح وغلط تختفي ظاهرة المنخفضات في الصحراء الشرقية صح ولا غلط؟ صح طيب تعالوا نتكلم عن شبه جزيرة سيناء بيقول لي شبه جزيرة سيناء هنتكلم فيها عن الجبال وعن الهضاب وكمان هنتكلم فيها عن السهول الساحلية أول حاجة هنتكلم فيها عن الجبال اللي موجودة في شبه جزيرة سيناء هنبدأ من الجبال اللي موجودة في الجنوب بيقول لي أشهر الجبال اللي موجودة في الجنوب هو جبل سانت كاترين وأخد نفسنا ربعة قبل كده وكننا عارفين أنه هو أعلى أعلى قمة جبلية في مصر برافو عليك وأعلى قمة جبلية في مصر ولازم نفرق ما بينه وما بين جبل الشاب اللي إحنا لسه آلينه في الصحراء الشرقية في سلسلة جبال البحر الأحمر الآحمر كان أعلى جبال ساحل البحر الأحمر ارتفاعا برافو عليك وأعلى جبال ساحل البحر الوحمر ارتفاعا هو جبل الشايب أم أعلى قمة جبلية في مصر هو جبل سانت كاترين عندي كمان في الجنوب جبل ثاني اللي هو جبل موسى وزي ما نحن شايفين في الصور كده الأولاني ده جبل سانت كاترين والصورة الثانية جبل موسى تعالوا نتكلم عن الهضاب اللي موجودة في شبه جزيرة سيناء في الوسط احنا اتكلمنا في الجنوب وقلنا ان فيه جبال زي الجبال اللي موجودة عند فيه جنوب شو بجزيرة سيناء جبل سانت كاترين وجبل موسى وجبل موسى مرافو عليكم طيب عندي في الوسط فيه هضاب زي ايه هضبت التيه وهضبت العجمة طب تعالوا كده نشوف مع بعض كده على الخريطة اماكنهم فين ايه دي هضبت التيه هي وتحتها على طول هضبت الايه العجمة طيب يقول لي بيخترقهما وادي العريش الذي يصب في البحر المتوسط انا عندي وادي العريش ده من الاودية الجافة اللي احنا لسه متكلمين عليها من شوية قلنا الاودية الجافة دي كانت فيها ايه مجاري مائية كانت تجري بها المياه قديما ثم جافت برافو عليكم وكان فيها مياه والمياه دي جافت مع الوقت طيب عندي كمان من امثلة الاودية الجافة اللي عندي وادي العريش طب دلوقتي احنا نتكلم عن ايه عن سهول الساحلية ودي اخر حاجة موجودة عندي في مظاهر السطح اللي موجودة عندي في شبك جزيرة سيناء السهل الساحلية تعالوا نفتكر كده في تعريف السهل الساحلية تعريف السهل الساحلي هي أرض شبهة مستوية السطح تمتد من خط الساحل إلى داخل اليابس وده احنا طبعا خدناها في سنة ربعة طب أنا عندي سهل ساحلية موجودة عندي في شمال سيناء تمام موجودة فين؟ قال لي موجودة أو بتظهر على بعض القمم الجبالية القبابية على شكل قبة كده زي إيه؟ قال لي زي جبل مغارة بشمال سيناء وعندي كمان جبل الحلالي أنا عندي هنا أمثلة للجبال القبابية التي تظهر في شمال سيناء مثل جبل المغارة وجبل الحلال تمام جبل المغارة وجبل الحلال تاني حاجة هنتكلم عنها هي المناخ في البيئة الصحراوية طبعا أنا عندي المناخ عارفينه من سنة رابعة منها هنتكلم عن المناخ في ثلاث حاجات اللي هي حرارة رياح أمطار تمام كده؟ طيب اول حاجة هنتكلم فيها عن الحرارة بيقول لي صيفا ترتفع درجة الحرارة في البيئة الصحراوية طيب وشتاء بيقول لي بتنخفط درجة الحرارة خاصة في الليل أو ليلا يبقى أنا عندي أول حاجة في الحرارة صيفاً وشتاءاً صيفاً عندي بترتفع درجة الحرارة وشتاءاً تنخفض درجة الحرارة وخاصة ليلاً لأن طبعاً بيأثر عليها مناخ البيئة الصحراوية طبعاً عندي كمان الأمطار بيقولي بتسقط أمطار فجائية بتتجمع على شكل سيول مدمرة ببعض طبعاً السيول دي أو الأمطار دي بتتجمع فيه الأودية الجافة بتبقى موجودة فيها لمدة قصيرة يبقى أنا عندي الأمطار الموجودة في البيئة الصحراوية أمطار إيه؟ فجائية فجائية يعني بتسقط فجأة بتتجمع في شكل إيه؟ سيول مدمرة في بعض الأودية الجفة برافو عليكو سيول مدمرة في بعض الأودية الجفة وبتفضل في الأودية الجفة المدة قصيرة طيب لو جالي سؤال بيقولي بما تفسر امتلاء الأودية الجفة بالمياه في بعض الأحيان هقوله إيه بقى؟ هاخدها من الجزء بتاعها هيبقى بسبب الأمطار التي تسقط عليها بغزارة في بعض الأحيان برافو عليكو طيب عندي كمان الرياح اللي مرتبط بمناخ البيئة الصحراوية بيقولي أن الرياح اللي موجودة في البيئة الصحراوية هي رياح الخمسين وكننا تكلمنا عن رياح الخمسين دي قبل كده قلنا أن هي رياح إيه؟ بتبقى موجودة في شهر إيه وإيه؟ مارس وإبريل مارس وإبريل والرياح دي بتهب في فصل الربيع وبتبقى جاية طبعا من ناحية الصحراء الغربية وتبقى محملة بالأتربة وبتأثر على صحة الإنسان وعلى المحاصيل الزراعية يبقى لو جالي بيقولي ما النتيجة المترتبة على رياح الخمسين هقوله درب الإيه؟ درب المحاصيل الزراعية وبصحة الإنسان وبصحة الإنسان يبقى أنا عندي اتكلمت عن الحرارة والرياح والأمطار جالي هنا سؤال بيقولي ما النتيجة المترتبة على سقوط الأمطار الفجائية في البيئة الصحراوية بيقول لي أدى إلى حدوث السيول المدمرة في البيئة الصحراوية أنا عندي الأمطار الفجائية دي أدت إلى حدوث حاجة اسمها لإيه؟ السيول المدمرة في البيئة الصحراوية وكمان يا ميز بتبقى موجودة في الأودية الجفة لمدة قصيرة رفع عليكم طيب فيه هنا برضو سؤال بيقول لي بما تفسر لرياح الخمسين أثار سلبية إحنا لسه إليين أن الرياح الخمسين دي بتهب في فصل إيه؟ في فصل الربيع خاصة في شهرين مارس وإبريل أو بتبقى جاية من ناحية الصحراء الغربية طيب عندي لها أثار سلبية طبعاً قلنا أن هي بتحمل الأتربة اللي بتضر بالمحاصيل الزراعية وبصحة الإيه؟ الإنسان طيب هنا جايلي سؤال ما النتائج المترطبة على سقوط الأمطار الفجائية في البيئة الصحراوية؟ حسابكوا تفكروا فيه لحد ما أكمل الجزء اللي جاي طيب دوقتي هنتكلم عن إيه؟ قال لي حنتكلم عن مصادر المياه في البيئة الصحراوية أنا قلت أن البيئة الصحراوية بتتميز بنضرة المياه بنضرة المياه أو بنضرة مياه الأمطار تمام؟ أمال أنا بأخذ المياه من أين بقى؟ قال لي بأخذها من المياه الجوفية من المياه الجوفية تمام المياه الجوفية دي موجودة فين؟ قال لي أن تتوافر المياه الجوفية بالبيئة الصحراوية في المناطق معينة حد فكر إيه المناطق المعينة دي؟ آه يا ميس موجودة في الواحات تمام الواحات اللي موجودة في الصحراء الغربية يبقى أن تتوافر المياه بالبيئة الصحراوية في مناطق معينة وتوجد فيه شكل خزانات جوفية في باطن الأرض طيب بنجيبها منين؟ بنجيبها من باطن الأرض طيب بجيبها إزاي؟ قال لي عن طريق حاجتين يا سنة ستة أول حاجة عندي بطريقين الأنفرق لذلك أبار go أول حاجة عندي الأبار أول حاجة عندي أبار الصحرامي الجزء ما نُطدال عندهم مثل الأمطار أنا قلت أن الأمطار بتسقط السواحل الشمالية بال Simmel و تسقط في فصل الشتاء و تكون في فيهم Baby سوحل لحظة سؤال بما تُفسر أهمية الموارد المائة في البيئة الصحراوية أنا عندي أول يتكلم أن نسمعهاَ في المواعد المائية الصحراوية المياه الجوفية الذين كنت蛋 رفع عليكم المياه الجوفية او مياه الابار والعيون طيب يقول المياه الجوفية بتعد السبب الرئيسي لتركز السكان شيء طبيعي لما يبقى موجود في مياه هلقيت فيه تركز ايه؟ للسكان للسكان وكمان المياه دي هتساعدني القيام النشاط الزراعي والرعوي في الواحات المكان اللي موجود فيه تركز سكاني وموجود فيه مياه متوفرة هي منطقة الواحات اللي موجودة في الصحراء الغربية يبقى انا عندي اهمية المورد المائي هتكلم اول حاجة عن المياه الجوفية بيقول ان هي سبب رئيسي لتركز السكان وقيام النشاط الزراعي والرعوي في الواحات طيب تاني حاجة هتكلم فيه عن الامطار الشتوية بيقول لي برضو ان الامطار الشتوية لها اهمية لانها بتساعد في قيام الزراع بالقرب من الايه؟ من السواحة لان احنا قلنا اصلا ان الامطار بتسقط فيه او بالقرب من السواحة هنا سؤال يقول له بما تفسر قيم الزراعة في الواحية acaba ثقائيا أعتمادا على المياه الجوفية أو مياه الابار والعيون المائية ها هناك سؤال لي także بما تفسر قيم الزراعة بالقرب من السواحل إعتمادا على أمطار الشتوية بسبب سقوط الأمطار الشتوية هنا سؤال للاتفاقين بما تفسر قيم الزراعة في السواحل الشمالية لمصر هسيبكوا تفكروا فيه لحد ما خلص الجزيرة اللي جاي تربة في البيئة الصحراوية بأنها تربة رملية صفراء فقيرة تمام كده طب ايه كمان عايزة عرفوا عن التربة قال لي هتكلم عن التربة دي عاملة ازاي قال لي تنتشر التربة الرملية الصفراء في البيئة الصحراوية وطالما تربة صفراء يبقى انا هقدر كده ان انا ازرع فيها لا يا ميس هتبقى اه غير خزبة تمام يبقى هي تربة غير صالحة للزراعة يبقى هنا لما يجي استقاله يقول لي بينما نتائج المترتبة على انتشار التربة الرملية الصفراء في البيئة الصحراوية ادى الى ان اصبحت تربة غير خزبة غير صالحة للزراعة تمام طب تاني حاجة هتكلم عنها في التربة قال لي التربة دي تتميز التربة بجودتها في منطقة واحدة وهي وهي منطقة الواحات تمام كده طب ليه قال لي لان تربة الواحات تربة مختلطة بيختلط فيها الرملية بالتين يا سنة ستة عشان كده واللي بيساعدني كمان توفر موارد المياه ليه مياه الابار والعيون او المياه الجوفية يبقى هنا ما يجي يقول لي بما تفسر تتميز تربة الواحات بزيادة جودتها بسبب اختلاط الرمل بالتين وتوافر موارد المياه تمام ده مش بس كده ده انا كمان اقدر ازرع فيها كمان بعض المحاصيل التي يمكن زراعتها بالوادي والدلتة طب زي ايه قال لي زي مثلا مختلف الزراعات زي النخيل واشجار الزيتون سادس حاجة هنتكلم عنها هي النبات الطبيعي والحيوان البري هنتكلم فيها اول حاجة عن النبات الطبيعي طبعا النبات الطبيعي ده احنا كنا واخدينه قبل كده في سنة رابعة واخدنا برضو في سنة خمسة قلنا النبات الطبيعي هو ايه هو نباتين موقعي دون تدخل الانسا بالأ bombe عليك ربنا هو اللي بيخلق النبات طبيعي ده الانسان ملوش اي تدخل فيه ما هو جالب يقول لي ما المقصود بالنبات الطبيعي هو النبات الذي ينمو تلقائى دون تدخل الانسان يقول لي النبات الطبيعي الموجود عندي في البيئة الصحراوية ايه الخصائص بتاعته او ايه المميزات بتاعته. بيقوللي اول التي يتحمل الجفاف. نطبعا قلنا ان البيئة الصحراوية estava POL أمطار والمياه. وبالتالي ينتشر بيه الجفاف. يسألة النبات الذي يتحمل الجفاف. ويقولي كمان انه يتكيف مع البيئة الصحراوية بأحدى الطرق الاتية اليابقى النبات الطبيعي في البيئة الصحراوية تعالوا نرى الطرق كذا اللي بيكايف نفسه عليها أول حاجة بيقول لبييمدو جذوره فيQuéالتربة لمسافات بعيدة طيب تفتكروا كده مع بعض كده ليه النباتة الطبيعي بيمدو جذوره لمسافات بعيدة في التربة لحصول على المياه الجوفية ومياه الابر거 والعيون بروب عليك ولئن مفيش مياه أصلا في البيئة الصحراوية فبالتالي هو عايز يحصول على مياه وقالنا المياه المنتوفرة في البيئة الصحراوية هي المياه الجوفية فبالتالي بيفضل يمد جزوره في التربة لمسافات بعيدة عشان يوصل للمياه الجوفية طيب زي عندي بيقولي اشجار النخيل وعندي كمان اشجار الدومي يبقى انا عندي النباتات اللي بتمد جزورها في التربة عشان تحصل على المياه الجوفية هي نوعين اتنين اشجار النخيل واشجار الدومي برافو عليكم طيب عندي تاني حاجة كمان بيقولي ان هو او في نباتات لها اوراق اسفنجية سميكة لا اوراق ايه اسفنجية سميكة عاملة زي الاوراق الاسفنجية السميكة دي بتخزن المياه لفترات طويلة زي اي كده فكروا معاي؟ زي السنامي الموجودة على الجمل عشان بيتحمل العطculo بيخزن المياه بس انا بتحدث هنا على النباتي غزي بقى نباتي الصبار Wind alguém called it profile. بالنسبار كنا انه هو بتابع أوراق السفنجية سميكة بتخزن المياه لفترات ايه طويلة. طيب عندي كمان بيقولي لهو أوراق ابارية والأوراق او القبر اللي موجودة في الأوراق بتاعته دي بتقاوم ارتفاع الحرارة والجفاف يبقى أنا عندي كمان نوع ثالث من النباتات النوع ده ليه الأوراق بتاعته فيها إبر القبر دي أو شوك زي ما احنا بنقول بيقاوم ارتفاع الحرارة والجفاف زي زي عندي النباتات الشوكية زي التين الشوكي طب تاني خاصية عندي في النبات الطبيعي إنه يتميز النبات الطبيعي دي بطبعة صورة طبع صورة يعني مش موجود في منطقة واحدة قال لي لا ده موجود في عدة مناطق طب موجود في اين كمان يتركز في بعض مناطق الاودية والوحيد اكيد المناطق اللي فيها ايه مياه مناطق فيها مياه طب ليه حيث مصادر المياه يبقى هنا ما يجيل السؤال بما تفسر يتركز او يتميز النبات الطبيعي بطبع صورة حيث يتركز في مناطق الاودية والوحيد حيث مصادر المياه تمام ايه كمان قال لي ده مش بس كده ده موجود كمان في السهول القريبة من السواحل طب ليه الساحل الساحل ده فيه بتسقط عليه ايه الامطار الشتوية تمام يبقى هنا بسبب الامطار او حيث تسقط بعض الامطار ايه كمان قال لي ده مش بس كده انا عارفة من تعريف البيئة الصحراوية ان هي تتميز بالفقر الشديد في النبات في النبات وهنا ممكن يجيلي وقول لي بي ما تفسر الحيوانات التكرون Gabi T lohابious في النبات الصحراوية سبب قلة المياه سبب قلة المياه أتكلم عن الحيوانات البرية احنا كنا أيضا بعض الحيوانات البرية في سنة صابة 2019 قال أخnairesوا في الرسال الحيوانات الصحراوية المحاطرة بما اتونه الفقر الغير وكونوا بحسب البيئة الصحراوية مissements التي نقدم الأسياً والبيئة المناعيةية من قاسي وعلي صفحة الحيوانات والنباتات في القمام العثلية أنتم معها الحيوانات المتحدة في البيئة الصحرية لقد وعندنا قمنا بما ننتهي من Epic في البيئة فمنا fing soon الغزلان يكون هناك حيوان برغمية لا نعرف أن نحن على البتة ورحمة الصحراية طيب عندي كمان الارانب البرية برضو في نوع من الارانب غير الارانب اللي احنا بنربيها في البيت اسمها ارانب برية بتبقى موجودة في البيئة الصحراوية عندي كمان بيقول لي الثعالب وطبعا الثعالب دي برضو البيئة المناسبة ليه هي البيئة الايه الصحراوية ولو انتوا فاكريين لما كنا بنتكلم عن البيئة الزراعية قلنا ان الثعالب او الحيوانات البرية معظمها ما بيحبش يبقى موجود في البيئة الزراعية واتجهت الى الصحراوية وبيتجه الى البيئة الصحراوية في نهاية درسنا النهاردة يارب تكونوا استفدتم معانا ونشوفكم ان شاء الله في دروس قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة